اشتركوا في القناة من الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي بعدما عبر عن رغبته في الخروج لكن إدارة الفريق رفضت الطلب وأصرت على الحصول على مبلغ الشرط الجزائي البالغ هو 700 مليون يورو ورفض ميسي اللجوء للقضاء ضد فريقها السابق وقرر البقاء الموسم الحالي وهو الأخير في عقده كما اجتمع مع المدرب الهولندي رولاندو كومان وتباحث معه بشأن المسائل الفنية الخاصة بالفريق وأكدت الصحيفة وأن ميسي سيكون بإمكانه التوقع مع فريق جديد بداية من شهر يناير 2021 القادم حيث يدخل الفترة الحرة من عقده البالغة ستة أشهر والأخيرة وسينتقل لفريقها الجديد مع نهاية الموسم ويبكى على منشستر سيتي حسن مصير المدرب الأسباني بيبغواردلو إلى أن أراده ضمان توقيع ميسي في الصيف المقبل لكن النجم الأرجنتيني مرتبطا بمدربه السابق في برشلونة وسيكون سعيدا بالعمل تحت قيادته مجددة وينتهي عقد المدرب الأسباني في الصيف المقبل ويحاول الفريق الإنجليزي ضمان بقاءه لمواسم لمواسم إضافية وكان ميسي استعدى للفريق والتعاقد معه حال خروجه من برشلونة كما أكد أنه بالفعل كانوا يراكبون الوضع في الصيف الماضي بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل وأنه مستعدين لضمه أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر